سكينة يا سكينة ما انا عرف انك ما تعرفيش تقتلي حد ما ده اللي انا قلته الجلال ما عليش الجلال مين؟ ده رئيس المباحث صاحبي كان لسا قد بيتناقش معاه في كام حاجة كده وبعدين باللي انت بتقولي ده هي متفصلة و راشقة عليك لدرجة ان اللي عمل كده بجد لو راح اعترف مش هتبقى راشقة و لابس علي زيك يا حبيبتي يا بوسي لو تشوف منظرها يا عربي قطيب واكدر خل الله مش عارفة مين يخضر بها الغادرة دي منه و لله منه و لله سكينة سكينة من فضلك لو سمحت بوسي خلاص الله يرحمها ركزي معاه دلوقت خلينا في الحنة جاينا عشانه ممكن تقولي الاستاذ عربي احنا جايين لي استاذ عربي فين الاستاذ عربي ده انت قعد عارف لو مزبطش و ركزت هعمل فيك اللي كنت بعمله فيك و انت صغر في الصندرة مغاش الصندرة و انها بها سكينة سكينة نعم مو انت كنت بتعملي فيه و هو صغير وانتبالك انت امور عائلية دخلي فيها دي طب سكينة سكينة الصندرة دي مكان الى حتة في جسم البني ادم الى هيدوك يطلقى في صندرتك يلا ما عندكش دم ده وقته صندرتي تبقى حتة في جسم البني ادم يقليلك الادب بقولك ايه ايه فيه ايه سكينة احباب بقى عايزين اكتب علينا الساعة دي عاملة 350 ألف جنيه ايه كذب ده 350 ألف جنيه اسود ده ادخل ساعة الرصيف ما تعملش 35 جنيه ليه هتروح المشاوير مكاني خربة التخلف يا رب عمتك حق ابوك ما بيغلقش قولولي كلمة حلوة كلمة باقي وشيرك بص انت عارضها الاعلى سعر هو انا اقولك سيا فاندي با هي بتتكلم في الصح هتلاقينا فيها اكبر رقم تعرف تجيبه فيها او دخلها في عربية جامب وراس براس بدل العربية بتاعتبويا اللي رقدها الوابة ماشي سكينة سكينة بديله كامل على موضوع البطاية يا اختي تباكسوف هتقولي بصوت عالي واضرب لنا بطاقتين عشان نعرف نتعمل في الشوارع سكينة انت قاعدة مع مين عشان تقولي يضربلك بطاية الواحدة بخمسمية والاتنين بألف ونص اوكي؟ بخمسمية؟ لان عملت الحقيقية اغلى من كده لا ما انا فاهمك ما هي العيال دي بتحرق اسعار على الحكومة فخلت الناس بدل ما تنزل تروح السجل بقت تنزل تروح لهم لا بس السحابة بدون على فكرة دارسين ماركتين كويس قوي على فكرة دارس انت بقى السوبر ماركت دا كويس؟ هوا دا تحت البيت هاجبلك اللي انت عايزان لا ما تخلي فيني ما تخلي فيني